التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بالأم المثالية الأولى حياة إبراهيم حيث تم تسليمها هدية الرئيس السيسي بمنحها نوط الكمال من الدرجة الثانية إلى جانب منحها شهادة تقدير من المحافظة وأكدت الأم المثالية الأولى المكرمة شكرها وتقديرها للرئيس السيسي لمنحها نوط الكمال كما كرم المحافظ كلا من محمود نجيب الموظف السابق بقسم الإجازات الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومنال محمد إبراهيم الموظف السابق في قسم الحسابات بديوان عام المحافظة حيث تم منحهما شهادتي تقدير وذلك بمناسبة إحالاتهما إلى المعاشة